بناء على توجيهات خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين زار قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد مقر فوج الطوارئ العاشر والتقى بآمر وضباط الفوج ووجه بالالتزام بالأوامر والتبلغات التي تصدر ومتابعة خطة حضر تجوال وتوعية المواطنين من مخاطر فيروس كورونا وذلك عبر مكبرات الصوت من أجل الحفاظ على سلامتهم كما أوعز اللواء قنديل خليل إلى اتخاذ التدابير الحيطة أثناء الواجبات والعمل وفق مظلة القانون